إنت جت عليك لحظة قلت خلاص أنا مش مكامل الكتاب ده أو لا أنا مش هعمل كده أو أنا يعني لا الموضوع صعب علي أو يعني قررت أنك تتراجع لأي سبب؟ أنا ما قررتش أتراجع لأي سبب خالص ولا لحظة ولا لحظة بس كان في تفكير أعمل القصة إزاي؟ أوكي يعني هل أعملها مساجين ومجانين؟ أو اللي عملها مجانين بس مساحة الخالطة بقت ديه أعيد تاني كتابة أو صياغة فاصل الثالث الفاصل الثالث بقيت له الفاصل المهم لأنه هو هو اللي بيناقش الفكرة يمكن ما كملاش عنه كتير اللي قال فيه مصادر حية كتاب صحفيين أسازة كتاب كبار وفيه أطباق نفسيين وفيه أسازة إعلام بنناقش الفكرة أيوة يعني بنناقش الموضوع نفسه هل هو تجربة علاجية ولا تجربة صحفية ولا ده إيه بالضبط أوكي فالفاصل ده كنت بقيت شوف هوسعه وهاقلله وهاعمل إيه لكن عملي ما فكرت إن أنا ما عملش الكتابة ما تراجعتش ولا لحظة في أي صعوبة وجهتك في أي.. فيه صعوبات طبعا صعوبات الكتابة العادية أكيد أسمي الكتاب إيه الإسم بس ما فيش لحظة حسيت إنه لأ يعني أنا مش هكمل آه ما حسيتش ولا في لحظة آه جميل إيه أكتر القصص أو المقالات بقى مش هقول قصص لإنهما في الآخر كانوا بتبقوا صحافة بس صحافة دي أكيد كان فيها مقالات إيه أكتر المقالات اللي أثرت فيك أو حسيت إن هي فيها قدر من الإنسانية يمكن فيها قدر من العبقرية يمكن يعني أثرت بك بأي شكل من الأشكال كان في حاجة كتير أثرت لكن هي أختار أكترهم أو أحسن أو اللي تبتكرها دلوقتي أختار نموذج أو اتنين كان عن ماتش كورة في المستشفى ما بين فريق في النزلاء المجانين في المستشفى العباسية آه وفريق من التأمين الصحي في وزارة الصحة ماتش كورة ساخر جدا بينتهي تقريباً ستين ستة أو ستين صفر حاجة كده وكان فيه حس لطيف جداً في الكتابة قوي يعني كان حس ساخر قوي في الكتابة وحضروا موديل المستشفى وحضروا حد من ممثل وزارة الصحة فكان شيء لطيف الحاجة الثانية كانت سفر النزلاء للمصيف وناس كان بتخف بالمناسبة يعني فيه ناس كان بتطلع بتجربة علاجية بتخففه فعلاً بيرجع يستعيد نفسه من أكثر القصص المدهشة إنه فيه حد طلب يخرج من المستشفى عنده حالة وفاء حد مات من أهله فبيروح يعزي وهو راجع بيتوه فبيعمل حاجة مدهشة جداً بيروح الاسم يبلغهم إن أنا تايه وعاوز أرجع مستشفى العباساية مش ممكن قصة مدهشة مش ممكن قصة فيلم يعني لا القصص الحقيقة أكيد ممتعة جداً وأكيد شيها اللي يضحك واللي يحزن واللي يزعل واللي يفرح يعني أكيد هي خليط من المشاعر المختلفة لأن إحنا نتكلم في الآخر عن نزلاء أو عن أشخاص هم أكيد بيمروا في ظرف من أقوى ومن أصعب الظروف اللي ممكن يمر بيها في حياتهم ولكن قد إيه هيتأثروا منه قد إيه هيتعلموا منه قد إيه هيتخطوه وقد إيه هيعيد تأهلهم إن هم يكونوا مواطنين صالحين بعد كده وقد إيه التجربة دي هتطلع منهم الحلو قوي أو هتقرر إن هم تخليهم وحشين قوي وهنا حلاوة التجربة اللي في الحكاية كلها طبعاً فإن إحنا نصيغي الموضوع ده في كتاب بحكاياتهم برواياتهم بحزنهم بأفرحهم أعتقد إنها فكرة روعة الحقيقة أنا سعيدة جداً جداً بالكتاب ده ومارسي أستاذ بيشي نورتنا